السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب وطالبات الصف الخمس الابتدائي جمعتنا مع حل أسئلة جديدة من أسئلة كتاب المعاصر يلا نشوف احنا نحل صفحة كام النهاردة يا ولاد معنا صفحة 38 و39 ويلا بينا نشوف السؤال الأول بيقول listen and write اسمع واكتب طبعا نصوص الاستماع زي ما احنا عارفين موجودة في آخر الكتاب وهنشوف دلوقتي انا شفت نص الاستماع وعلشان وقتكو هحل على طول السؤال الأول بيقول لنا ancient Egyptians القدماء المصريين wanted to keep their homes hot لا طبعا من غير ما نقرأ نص اجتماع ما فيش حد بيكون عايز بيته وسخر يكون ما كانوا عايز هنا تبقى رطبة تبقى حلوة جو حلو يبقى هنا دي أول واحدة false some people painted their homes red قرأناها في القطعة إن هم بنوا لونوا بيوتهم باللون الwhite الأبيض مش اللون ال red بيبقى دي كمان false false يا ولاد يعني غلط أنا بحط صح عند غلط all ancient Egyptian homes had flat roofs اه دي صح ممكن يا مس أعمل حرف T عند true كده اه طبعا وهنا حرف الف برضو صح families often slept on the roofs on hot nights دايما الأسر كانت بتنام في السطوح لما يكون الليل يعني سخن آه لما تكون الليالي حرة شوية طبعا بيناموا في الroofs وكده يا ولاد يكون السؤال الأول خلص من غير مضيع لكم وقتكم يلا نشوف السؤال الثاني السؤال الثاني يا ولاد بيقول listen and complete اسمع وأكمل in ancient Egypt people in cities الناس في المدن lived very close together close أو الوحدة number two بيقولي people built their houses taller with two floors من طابقين بنوا بيتهم أطول وكان بيتكون من دورين يا ولاد in the north ancient Egyptian houses had one floor in countryside في الريف countryside يا ولاد يعني الريف طيب بعد كده هو بيقولي in the countryside في الريف they had a to grow vegetables they had a garden كل بيت عنده حديقة بيزرع فيها الخضر يلا مع بعض نشوف السؤال الثالث يا ولاد السؤال الثالث بيقول read and match A with B اقرأ ووصل من العمود A لB people made their homes near الناس عملت بيتها جنب A زنايل in the past جنب النيل رقم two farmers always الفلاحين دايما بيعملوا ايه keep chickens بيربوا الدجاج طيب السؤال الثالث بيقولي where did they طالما بدأ بكلمة استفهام يعني ادور على اللي فيها علامة استفهام اهي يبقى where did they build their homes اين بنوا منازلهم رقم three رقم four people start groups in كان الناس بيخزنوا المحاصيل large boots and baskets في اواني كبيرة وسلات يبقى دي رقم four رقم five I live in a house انا بعيش في بيت مالو البيت بقى that had one floor بكون من دور واحد يبقى البيت بتاع بيتكون من دور واحد بس كده ياولاد يكون السؤال الثالث خلص يلا نشوف اللي بعده السؤال الرابع ياولاد بيقول reorder the words to make correct sentence قاعد ترتيب الكلمات عشان تعمل لي جملة مفيدة وجملة صحيحة what اول سؤال ده سؤال بنبدأ بكلمة what بعد السؤال ياولاد بنجيب كلمة الاستفهام يبقى what did طبعا هو كلمة الاستفهام what وبعدها فعل مساعد كلمة الاستفهام فعل مساعد what did وبعدين فعل people يبقى what did people وبعدين فعله أساسي use what did people use to build homes علشان يبنوا بيوتهم يستخدموا ايه يبقى to build homes وعلامة الاستفهام يا حلوين طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ابدأ لي بانشانت ايجيبشانز القدماء المصريين ما لهم القدماء المصريين ياولاد often دايما مش دايما هي معناها عادة يعني او غالبا relaxed كانوا بيرتاحوا on the roofs على الاسطح ونحط في الاسطوب لان دي جملة عادية ياولاد طيب السؤال اللي بعده بيقول لي انشانت ايجيبشانز ولازم نكتب الاي والاي كابتال سليبت قن ريد مات طيب السؤال رقم اربعة بيقول لي people الناس ما لهم الناس ياولاد use استخدموا the nail water for drinking ميت النيل the nail water for drinking يبقى الناس استخدمت ميت النيل للشرب طيب السؤال اللي بعده ياولاد بيقولي punctuate the following اعمل علامات ترقيم للقاتل what do you think about ancient Egypt what do you think about what do you think about which what do you think about what do you think about by the message about government protection what the ويجيبشنز الاي كابيتل. طيب بعد كده يا ولاد بيقولي بيوتهم كانت مختلفة جدا عن بيوتنا. فطبعا احنا هنعمل ازاي? هتكون كابيتل. في كلمة واخر الجملة يا ولاد هنحط فلسطوب لان دي جملة عادية وبنكمل طبعا كل السطر. عشان وقت الفيديو زي ما قلتلكم مش بكتب كل الكلام. السؤال رقم 6 يا ولاد بيقولي write a paragraph of 40 words. اكتب باراغراف من 40 كلمة. طبعا هو جايب لي هنا الكلمات اللي هتساعدني والاسئلة اللي هتساعدني في الاجابة. بيقولي هنا يا ولاد مجابع عنه في نهاية الكتاب بلاش نروح نشوفه ونكتب احنا الاول وبعد كده ممكن نشوف اللي احنا كتبنا ايه واللي مكتوب ايه ونقارن ونصلح اخطأنا. لكن بلاش احنا ناخد الحاجة كده عالجاهز طبعا انا هنا بشرح لكم وبفاهمكم. what did their homes look like? بيوتهم كان شكلها ايه? what did they used to build it? واستخدموا ايه علشان يبنوها? المفروض احنا هنذكر الحاجتين دول في الكتابة بتاعتي. طيب يلا نشوف مع بعض يا ولاد هو بيقولي اكتب عن الانشانت ايجبشانز هومز يبقى انا ها اول حاجة هقوله اني القدماء المصريين عملوا ايه? طيب تعالوا نشوف هنسيب مسافة كده صغيرة وهنقول اول حاجة ان انشانت ايجبت يعني في مصر القديمة. ايه اللي حصل? كتير من الناس. ناس كتيرة. طبعا هنقول صنعت ونرجع نكتب من اول السطر يا ولاد. صنعت بيوتها من ايه? ايه 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 او بنت بيوتها نير زنايل بالقرب من النيل. ليه طيب? علشان زي استخدموا ماد. تو ماد بريكس. كانوا المد ده بيعملوا منه طوب. والطوب ده يعملوا منه البيوت. زا ماد بريكس. ماد. ماد. فياري. سترونج. ونحط فلس طيب. ده كان بيوتهم مصنوعة من ايه? طيب البيوت كان فيها ايه اولاد? هنقوله كل البيوت كان فيها أسطح واسعة ليه؟ كانوا يستجموا كده ويرتاحوا على الأسطح طيب إيه كمان كان مختلف يا أولاد؟ العفش كمان الفرنيتشور ما كانت شيء زي اللي موجود عندنا يبقى زي فرنيتشور ووز كان مختلف جدا عن اللي موجود دلوقتي وحط في الستوب ولو عندي جومل تانية ممكن أكتبها لو اكتفت بكده خلاص تمام يا أولاد يوبا البراجراف بتاعي كده خلص إن شاء الله أشوفكم حل الأسئلة اللي بعدها باي باو باي باو ترجمة نانسي قنقر